رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله دا اشتركوا معاكم مائدة افطار اللي غدا نوجد فيها ان شاء الله مسمنا ملحة وكيكا بدون زبدة وبدون زيت وكذلك غدا نوجد شربة دي الفلفلة حمراء ومسمى معمر بليزي بناخ بالنسبة للعاجين انا استعملت السكيلو دي الفرينة ونسكيلو دي السميدة رقيقة او الفينو او ممكن تتعملو دقيق القيام حيكون المغربل تزولو لها النخالة وحتى الفرينة تزولو لها النخالة استعملت الخميرة البلدية وثلاثة دي المعالقة دي الزبدة باش غير طبولينا العجين كنعجنو ونخليو يخمر هاد المسمنة هدي كنبغو العجينة تكون خامرة بالنسبة هنا المكونات دي الحشوة غدا نستعملو البصل الخدريات لسا دي الحبات دي الجزار وحبتين دي اللفت ليش قدروا تعودوهم بالكرم بغي باش كيكون عندنا داك المداق دي يعني في الحشوة كي يجيو كيتشابهو وحبا دي القرعاء ونسكيلو دي الفطر هاد الفطر هادا غدي عوض لنا الحم فاد الحشوة هادي هاد الحشوة هادي كتجي لديدة 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 بزاف وغدا تشوفو بانا غنعوض حتى اه سلصة دي اللاصوس دي الصوجة لان انا ابقيت شكن استعملها كتجي بوحد النكهة اسيوية اه وخمعة غنستعملوش اه اللاصوس دي الصوجة اه بالنسبة هنا استعملت اه من بعد ما شحرت هذيك الخدر يعني قطعوها كيف ما بغيتو اما تحكوها اما مهم استعملت هنا ايا فلفلة حمرة اه اما قطعوها يعني مشوية اما طحنوها اما تقطعوها قطع صغيرة وكذلك واحد القطاع ديال القصفر والمعدنوس واستعملت اه شعرية الصينية ديال الروز تحاولو تاخلو شي نوعية جيدة واستعملت واحد طريف ديال زنجبيل كيف ما شفتهو شفية ديال تحميرة شفية ديال الفلفلة حارة والملح وغدا نستعمل اه معلقة ديال العسل يعني اه استعملو اي عسل البغيتو غي هو داك العسل ديال اه ديال جوز الهند اه كي عوض لنا المضاقة ديال ديال سلسة السوجة ان شاء الله شنهار غدا نشارك معكم يعني طريقة ديال كيفاش نقدرون نعوضوها هنا غدا نستعمل داك الحمض داك الزيت اللي كيبقى لنا يعني داك اللي مالك يتلقى الحمض المصير صحي بزاف انا ما كتدش ليه المالح لذلك هدك الحمض المصير مجانيش مالح اه كان وليت كنستعمل دا بذك المال اللي يبقى وليت كن نستعملو اللي كان نخلطو شوية ديال هاد الماء ولا ولا عصير ديال الحمض مع العسل اه كتعطينا ديك ديك النكهة اه كتفكرنا شوية في اه في السلسة ديال السوجة اهنا استعملت الزنجلان تقريبا شي اربعة ديال المعالقة يكون محمر باش يبقى لنا شوية كنخلط هاد المكونات كاملين هاد الحشوة هدي كتجي لديدة 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 بزاف اتمنى ان شاء الله تجربوها وتردو علي الخبار بسيطة سهلة ما فيهاش بزاف ديال الخدمة صافي هنا العجينة كيف شفتو رها خمرات بالنسبة العجينة ما كانت لقوهاش بزاف يعني كنخليوها شوية قبطة في راسها يعني كتكون مرخوفة واحد شوية ولكن ماشي بحال ديال الخبز صافي هنا غدر ناخد كيمية من هذه العجين غدر نوجد بها واحد لمسي منات معمرين بالليزيبينغ هنا هاد الدقيق هاد اللي كتشوفو كتاخدو غيد خيق ديال الزراع كتزيدو لي شوية ديال الملحة شوية ديال تحميرة وشوية ديال فلفلة حارة صافي وهنا بالنسبة للحشوة هاد بصراحة هاد لمس من هاد ديال اللي زيبينغ ما كونش غدا نتشاركو معاكم آآ من بعد رتا كنت حضرتو كامل يعني بقرية غيشي ثلاثة ولا اربعة عاد وانا نقول ما فيها بس نوريه لكم بسرعة بالنسبة اللي زيبينغ اللي زيبينغ خضرين يعني ما شحرتهم مش نقطعهم غي قطع صغيرة رقيقة مع البصلاء الخطرية وشوية ديال الملح وشوية ديال الحار فقط هاد هي الحشوة بسيطة سهلة يعني كتجي آآ زوينة بزاف هاد الحشوة غدا ندخلوهم الفرن وغادي بذيك الحرارة غادي غادي لزيبينغ كي طيبو آآ يلا بغيتو ممكن زيدو ليهم الجوب اني لبغيتو انا غدا ناخد يعني كيف شفتون نسمى هاد هنتا بشوية ديالزيت آآ شوية ديالزبدة عفن لانا ديال مسمى ديال الفرن طروري ما ندهنوا بشوية ديالزبدة تقدروا تخلطوها مع شوية ديالزيت الزيتون هاد العاجين اللي حضرت اليوم ما كيجيش مقرمش هادا كيجي رطب كيجي رطب وكيجي محلول المل داخل يعني يقدروا نحضروا بي احتك رواسة ان شاء الله نعود نتشاركو معاكم يلا بغيتو آآ مملحات بهاد العاجين آآ ما كان بدلوش كيجي كيجي مزيان وما كان استعملوش يعني الزبدة بذال كيجيش دهني صافي كيف شفتو يعني كان تقريبا محل مستطيل كنشكلو به وغدا ندوزها في هادا كل الخاليط ديال آآ ديال اما الساميد اما آآ دقيق ديالزرع صافي وكيجي المنظر ديالو زويل وحتى الماطق يعني زيدو وحط رطب ديال الملح بالنسبة ان العاجين شنو اللي تكن دير وليت كان عجنوب لحال هاد المملحات كان عجنوب لملحة باش كان بنن شوية الحشوة آآ مهم احنا ياخد ندوزه باش نوجدو واحد الكيجي اللي كتجي رائع جدا ماشي انا اللي اختارعتها القيتها في واحد الكتاب عندي آآ جربناها جدوينة بززاف وبويت نتشاركها معاكم كيجي بسيطة سهلة في ثلاثة ديال البيضات انا فيها ميت قرام ديال السكار انا كن قص عادة من سكار ولكن كان حدا يولدي يقول يا غي دري دري مئة كرام مئة كرام مهم ونادرتها مئة كرام كاملة آآ السكر آآ ديال جوز الهند اللي استعملت ممكن تعودوه بالذبس التمر اللي بغيتو آآ هنا استعملت آآ آآ باربة يعني طيبتها في الفران كتغلفوها بالورق الطاهي وكتطيبوها في الفران سافي حكيتها في الحكاكة الرقيقة وهي اللي غدا تعود لنا الزبدة والزيت هنا اخذت آآ شوية ديال عصير البرتقال او عصير الحامض او الخل اللي بغيتو كنخلطو في غين نصف ملعقة ديال ديال بيكاربونات دو سوديو ما تستعملوش ملعقة كاملة غين نصف ملعقة فقط نخليه حتى كتتفاعل ديال بيكاربونات دو سوديوم حتى تتفاعل مزيان وكتدوب وعد كنزيدوها بالنسبة وهنا غزيت واحد شوية ديال الفاني اللي عندكم يعني الفاني ولا نسموها بالقشرة ديال الحامض ولا قشرة ديال البرتقال لحسب مع قشرة ديال البرتقال كجيت وتن زيان مع الشكلاة انا استعملت ثلاثين جرام ديال اللوز مطحون وغدا نستعمل اربعين جرام ديال الدقيق يعني استعملوا اي دقيق بغيتو اي دقيق كيجي فيها لان اللي منزينها هاد الكيكا هي داك الباربال اللي ضفنا لها وشوكلاة وحتى داك اللوز حتى هو كيعطيها واحد الخفة كيجي خفيفة بززاف هنا بنسبة للشكلاة يعني دوبت ميتين جرام ديال الشوكولة انا كستعمل الشوكولة السوداء كتكون فيها نسبة عالية ديال الكاكاو ولكي المهم انتم تقدروا تستعملوا الشوكولة اللي بغيتو صافي كان بقى نحرك بشوية بشوية لانني ما كانش عادي الوقت ما خليتش شوكولة يبرد شوية لكشي باش بقيت كان نضيف غيب شوية بشوية حتى خلطت مزيان صافي وكننا نضعو في المول ديالي وغدا ندخلو الفران الدرجة ديال الحرارة ديالو تكون 180 بالنسبة للمول العبار ديالو 20 سنتيمتر يعني هاد كيكا كتجيغي صغيرة ما كتجيش كبيرة بززف يبغيتو جيكم كبيرة ممكن تعفو المقادير بالنسبة للشربة هنا استعملت فيها البصلة الخضرية ثلاثة ديال حبات تقريبا وزوج ديال حبات ديال فلفلة حمراء اللي شويتها شويتها عيول البوطة وحبتين ديال طماطم وثلاثة ديال حبات ديال الجزر غنضف لهم هنا لما كيف ما تشوفوا معي وغدا نطيهم على نار هادئة اي طيبو هاد الشربة هادي عادة كنحضرها بالكخوفيت ما كانش عندي هاد نهار الكخوفيت استعملت ها يعني وخا حضرتها بدون كخوفيت سافية بغندوزو باش نوجدو المسمنة ديالنا الكبيرة إلا بغيتو جيكم مورقة كان نسرحو العجين يعني بالدقيق نستعينيه بالدقيق أو اي ممكن إلا كان عندكم حتى دقيق ديال إلا نمطحون مزيان لأنه هنا كيت بعد نفس صراحة مطحون مزيان هدا اللي اللي جبت أنا من المغرب حاولت نمطحنوه خاصني نغربله وفا ذك الغربال الرقيق راحته ونقدروا انه نسرحو بي بحال هاد المملحات نحمروه في الفران عاد نطحنوه باش كي يجي بدنين سافي وغدا ندهنو بالزبدة ما شوية ديال الزبدة اللي كنزولو لها الحليب ديالها باش يجينا المسمن مورق بدل المسمن كي يجي رطي طب ومورق يعني متاديش في واحد القرمشات فا في غدا اللوي هكدا انه هالطريقة هدي كتجيني سهلة هدي باش كان وجدانا ياري آآ ليك خواسن أو كتسعملو ديك يعني خبيزة فق واحدة هتا هي طريقة سهلة طبيعنا غدا نعود ندهنها بزبدة وغدا نطويها يعني بحل شي بخطفي بما انني سرحت العجينة بالدقيق با ما محتاجيتش نزيد الدقيق هيدك الزبدة صافي كافية صافي هنا نخليه يرتاح واحد شوية عاد نسرحه باش يجينا سهل هنه صافي غدا نخليه ترتاح واحد شوية ده بغا نبدأ باش نبدأ باللولة اللي حضرت كنسرحها زيان ولحسب انتو ما واش تكتبغيوه يعني يكون سميك وللا انا هاد لنسمن ديال فرن كعجبني فطرحة منتي يكون غليد بزي ايلا بغيتوه يكون غليد بزي فكتكبرو شوية الخبزة ديال يعني الخبزة ديالكو ايلا بغيتو تتحضروه على شكل دائري ممكن او ممكن تحضروه على شكل محنشة حتى محنشة يجي مزيان يعني ما كتجيش محنشة بحل بحل بسطيلة يعني كيجي بحل شكل الكواسون كيجي فيتي من الداخل كيجي مورق وكيجي رطب ما كيجيش مقرمش صافيه هنا من اللي خليت الحشوة بردات مزيان بالنسبة من اللي كنزيدوه التوابيل بعض المرات كنديشي حويش كننساهم سمحوليه بزا انا بالنسبة التوابيل من اللي كنزيدوهم اه انا ارجعتها هاد المرة تشحرت واحد شوية تقريبا شيجي دقيقة هكذاك عاد خليتها تبرد لانا الزنجبيل اه حتى كن من الاحسن نرجعوه بصراحي الزنجبيل اللي طري الاحسن نرجعوه تشحر واحد شوية بش كي يطلق النكها ديالو صافيه هنا نفس الشي سرحت يعني المسمنة الخراء ونضيفها نسرحها من الفوق بالنسبة لمنظر ديالعجينة من الفوق ماشي مشكي لانا غدا نزينوها من الفوق يعني نحاولوه نسدوها في الجناب وصافيه لما نضيفوله بايد لحت حاجة اه ما تنسوش يعني تقبوها واحد شوية من الفوق يعني بش ما تفرقعش ليكم انا نسيت صراحة ديمن كنسة وحمد الله ما ما يعني بقعت مزيانة ولكن مهم احتياطا حتوقي لا خليتها شوية محلولة من جناب يعني خرج ذاك النفسات شوية كي خرج ذاك البخار ذاك البخار بعد المرات كي يجعل انها تنفخ يعني من الوسط ذاك شي باش مل احسن نحاولوه نتقبوها هكذا من الفوق باش ما تفرقعش ليكم يعني من الوسط ياما شي كتفرقعو لكن بحلة كتتنفخي لا الى نسينا ما تقبناهاش ففي هنا غدا نزين ها من جميع الحبوب اللي عندي يعني زنجلان اسود زنجلان بيض وهنا ياغز تعملت زرع الكتاب تعملت كذلك زرع دي القرعاء وزرع دي النور الشمس حبوب الشياء مهين ذاك شي اللي كان عندي جبتوه حطيتو فوق من هادي المسمنة حافي حاولت نزينها بها الطريقة هادي باش ما نطوش عليكم غدا نحتى نوريكم الناتيجة فالا كتجي هاكدا على هاد الشكل ده بس اخنت الفرن درجة دي كن حاولو نتبته منسيت ما اقولش لكم بانك ندهنوها بالبيض من الفق بل من نرشوها بهاد الحبوب هادي كنسخنو الفرن درجة دي الحرارة ديالو تكون ميتين وعشرين وكندخلوها التحمر من بعد لبنت لينا بقى ما طابتش من ملتحت كنحاولو ننزلو درجة الحرارة ونخليوها الطيب هنا صافي شربة ديالي وجدات مني كتوجد كنزيد لي اهنا حليب جاوز الهند اللي كنت حضرتوه معاكم في الفيديو السابق ومن بعد كنتحنوها وكتصبح واجده ما كنضيفوش لا زيت زيتون غي هادك حليب جاوز الهند كافي هنا بالنسبة للسلاطة ما بصراحة السلاطة عادة سنتشاركاش معاكم لانا غي كان ذاك شي اللي كين عندي في المطبخ كان حطوه فيها يعني ماشي شي غوسات ولا شي حاجة يعني على حسب الضوق ديالي لان انا اللي كان ناكل فيها بزة اه غي واحد الاخت سولتني بغتني باش نبقى نشارك معها السلاطات ها هي انا غي كل مرة كيفاش كنقطع الهنا يعني الخضر اه بالنسبة لباربارها مسلوقة اما هنستعمل الخيار وخيز زوق قطعتهم بهالطريقة هادي باش غدا يعني نطول فيهم المدغ لان المدغ مزيان من المعدة سافي ومن بعد شوية دي الماطيش ها سوغيز وام يعني نحاول نزيت شوية دي الحبوب زيت شوية دي زرعة القرعة وزرعة دي النور الشمس سافي هادي هي الصلاة ومن بعد بالنسبة للسوس را تشاركت معاكم بواحد الفيديو غدا نخلي لكم شاء الله الرابط دياله سافي هدا هو الشكل النهائي دي الطبلة دينا هاد المسيمنات اللي بليزي بناخ كيجو هكدا وبالنسبة للمسيمنات اللي التحت بحضرتهم بنفس العجينة كيجو مسيمنات شوية خامرين سافي هنا هدي هي الشربة عنده ما كيفاش كيجو من الداخل كيجو بحال كرواسة والكيكا كد شي رائعة تمنى ان شاء الله تجربوها يعني ديك الحبة ديال الباربة ممكن تعودوها حتى بحبة ديال القرعة انا عارفة بان الوصفات يعني ديالي شوية غرابين ولكن غيجربوه ما غديش تندمو هاد الوصفة هديرة معروفة يعني ديال القرعة ولا وديال الباربة اه القيتها انا عدي اغيف الكتاب وعني احتف انترنت لقى البتور غدا تلقاوه معروفة زيما هاد الوصفة هدي قيب هاد المقادير اللي عطيتكم اه مقادير زوينين بزاف يعني الى اخديتهم بالقياء ان شاء الله غدا نكتبوهم لكم في صندق الوصفة اجديكم لكم سهلين ففي هدية النتيجة اللي مسمناه كتجي هكذا كتجي لديه ده بزافت من ان شاء الله تجربوها من ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وتجربو الوصفات وتردو عليها باش نعرف راكم كتجربو الوصفات و الا ما نبقاش ننزل الفيديوهات لانا لا داعين بقى ان نتعدبي لما كنتوش كتجربو الوصفات ديالي واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعوه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة